أزيد من 12 مليار دولار هو حجم أموال الزكاة التي تجب على الأثرياء الجزائريين من الصناعيين وأرباب العمل إضافة إلى المؤسسات العمومية والخاصة وفق الدراسة التي أعدها خبراء في حين تقارب الأموال التي يحصلها صندوق الزكاة 150 مليار سنتيم فقط أي ما يقارب 150 مليون دولار على معيارية الثروة المكتنزة يعني كل ما هو ذهب وركاز وصنع طراق ومعادن ومدخرات العائلات وكل شيء هذا يوصل في تقديراتي حتى 12 مليار دولار في السنة وأشار الخبراء إلى أن الزكاة التي تجب على الأموال المتداولة في السوق السوداء تزيد عن المليار دولار من الزكاة الوطنية إذا قمنا بعلقاتي بعض البيبي أي ناتج الداخلي الخام من كل شيء من الزروع ومن الكاش راح تكون ما بين 4.5 إلى 5 مليار دولار هذه حصل الزكاة على معيارية ناتج الداخلي الخام رقم السوق السوداء الزكاة فيها 1 مليار دولار كل سنة ما يفوق 35 مليار دولار هو رقم الأعمال السنوي لثلاثة آلاف مؤسسة تنتمي لمتدى رؤساء المؤسسات ناهيك عن ثروة آلاف المقاولين الأحرار أو المنضوين تحت لواء الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل حيث وبعملية حسابية نجد أن مقدار زكاة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات يصل إلى 875 مليون دولار سنويا مع العلم أن نسبة الزكاة هي 2.5% من الأموال التي دار عليها الحول